ميش ما خلاص؟ عرضنا طيب هنكمل كلامنا عن الزمالك كمان شوية لكن هو يوم العقوبات على ما يبدو لأنه الأهلي أيضا عقب لاعبة لكن بغرامة مالية أفشا تم تغريمه ماليا بحسب ما أعلن النادي الأهلي رسميا في بيان أو في خبر رسمي صدر منذ قليل على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وده بحسب البيان لما بدر منه في المباراة الماضية الغرامة بحسب بعض المعلومات الواردة ربما بتصل إلى 100 ألف جنيه لكن الأهلي لم يعلنها بشكل رسمي ما تيجوا نستعرض إيه اللي دار أساسا مبارح في قصة ما بدر من أفشا في مباراة الأهلي مع المقاولون العرب ونشرح لكم كده شوية نقاط يلا بينا اللي حصل أنه أفشا كان غاضبا بسبب استبداله أمام المقاولون العرب في الديا 62 لما نزل مكانه ديانج كان الأهلي 1-0 ساعتها أفشا تحدث لكولر عند استبداله بالإنجليزية فيما معناه أنه كان جيدا في اللقاء ويتحرك في كل مكان لتنفيذ التعليمات المدرب قال له نصا عند استبداله نو كوتش أفشا جود أفشا رن رن إبريوير يعني أفشا بيجري في كل مكان ليطلع يعني هو على فكرة ما تجاوزش وده كان باين في الكاميرات لكن أفشا ظهر غاضبا للغاية على مقاعد البودلاء عند استبداله زملائه تدخلوا لمحاولة احتوائه هو عموما يشعر بالضيق ليس بسبب استبداله أمام المقاولون ولكن أيضا لجلوسي احتياطيا أمام سانداونز في لقاء الإياب عقب اللقاء كان أفشا قد صافح كولر بشكل طبيعي الأهلي قرر تغريم اللاعب لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق وحتى لا يتكرر السلوك مع لعبين آخرين خصوصا أن أفشا دي مش عقوبته الأولى على المستوى المالي داخل النادي الأهلي لأنه كان قبل كده اتغرم في يوليو 2022 برفقة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن بسبب السهر في حفل زفاف في أوقات متأخرة في غير أوقات الراحة المقررة وفي ديسمبر أيضا من العام الماضي عقب لقاء فيوتشر اللي لعب فيه ضربة الجزاء وهو مش في الترتيب وأهدرها وتهاجم فنزل الستوري فقرر الكابتن سيد عبد الحفيز موديل الكرة وقتها تغريمه أيضا عفكة أنا ما يعجبني في أفشا إنه هو العيب بيبقى مؤثر جدا لما بينزل يلعب دايما وما يعجبني فيه إنه هو بيحبش يبقى دكة ما بيحبش يبقى بديل لكن عمره ما ظهر ده عليه بيتقال دايما إن فيه لعبة بتبقى مكشرة بس قاعدة بتتمرن عادي جدا لكن خروجها للمشهد ده هو اللي أدى إلى القرار ليه؟ لفرض حالة انضباط داخل النادي الأهلي أنا بريح اتكلمت على قصة قلبة الوش دي بتبقى دايما مؤشرات لما هو داخل غرفة اللبس اللي هو مش ظاهر لنا احنا فقرار زي ده وإن كان يبدو مثلا عنيفا لكن هو بيكون مهم جدا وعلى ذكر القصة دي وزي ما قلت لكم تلاتين مرة قبل كده القرار لما بيعلن بيبقى جزء من العقوبة إعلان العقوبة جزء من العقوبة التصرف نفسه كمان كان قدام الكاميرات فده اللي خلى العقوبة تبقى أيضا أمام الكاميرات زي ما احنا بنعمل دلوقتي لكن كولر كان متضايق جدا النهاردة نهاردة الأهلي تمرن بكرة الأهلي راحها وهيرجع للتدريبات يوم الثلاثة إن شاء الله كولر قعد ساعة ونص مع اللاعبين بيتكلم معه بعد الجيم قعد يتكلم معه متضايق من مستويات بعض اللاعبين في لقاء مبارح اتكلم في إن أنا كنت المفروض على ما يبدو إن أنا مديش فرص وكنت شريح اللاعبة اللي ريحتها اتكلم في إن المستوى ده غير مقنع وإن فكرة إن الفوز كان هيضيع في الدقاء الأخيرة أمر غير مقبول بالنسباله وإنه لن يقبل بفكرة أي تهاون ممكن يكون موجود إن هو بيدعم اللاعبين دائماً أمام الإعلام وإنه بيثق فيهم لكن في نفس الوقت لن يقبل بأي تهاون لإن ما فيش أي مبرر لغياب التركيز تبقى راكب المباراة وهتكسب فجأة المباراة تقلب عليك وده تكرر في مواقف عديدة هو بيرفض تكرارها مع النادي الأهل وكان قال كلام شبه دن بارح في المؤتمر الصحفي بعد لقاء المقاولون العرب ترجمة نانسي قنقر